السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بعد ما خلصنا السيوني متاو في الحلقة اللي فاتت النهاردة قلنا هناخد من اول حاجة لحد السيوني متاو اللي ما يخلص هناخده زي مراجعة كده هناخد مرتين من الزاوية دي مرة بطيق ومرة اسرع شوية ومن الزاوية دي مرتين وبعد كده هننهي الحلقة يعني الحلقة دي زي مراجعة من اول ما خدنا في اول حلقة لحد ما خلصنا السيوني متاو كامل وبعد كده ان شاء الله هنخش في الوضعيات القتالية وبعد التدريبات والوقفات وازاي مسلا تتمرن على الاوضاع دي باستمرار تمام? دلوقتي يلا بها نبدأ المراجعة دلوقتي حالا اول مرة تبقى بطيقة شوية عشان تفتكر بس مش هنقول مع اسام الاوضاع مش هننتقل يعني عشان تفتكروا انتو كمراجعة لكم دلوقتي يوقفين بالشكل ده كده ويمكنها الانبع فى العائفة ايوه اشتركوا في القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام دلوقتي حضراتكم زي ما قولنا هناخد نفس الزاوية دي مرتين دلوقتي خدنا المرة بالبطيق هنبتدي نسرع سنة وبعد كده هناخد مرتين بالزاوية دي تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام دلوقتي خدناهم مرتين مرة من الزاوية دي بالبطيق والمرة التانية بالسريع هننقل الزاوية دي كده انا هكون وشي لكم كده عشان تشوفوا برضو الدربة جاية ازاي تمام زي ما انت ترجمة نانسي قنقر 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 تمام كده خلصنا المرة بالبطيقة هنسرع سننا في المرة دي وبعد كده هننهي الحلقة تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تمام كده خلصنا حلقة المراجعة خدنا مرتين بالبطيق وخدنا مرتين بالزاوية دي اسرع شوية تمام طبعا راجعوا على الاوضاع وفتكروا كل اسم من كل وضعية عشان ان شاء الله الحلقة الجاية هنبتدي بعد التحركات في الوينجتشون وبعد الخطوات بتاعت الاقدام وازاي تقوي وقفتك في الوينجتشون تمام وبعد كده هنخش في الوضعيات الكتالية مع كل وضعية تمام ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعل الجرس ولايك وشيري الفيديو واشايفكم الحلقة الجاية ان شاء الله